اهلا بكم شاهدين الكرام في هذه الاثناء حاط الغموض مكان الرئيس السوري بشار الأسد ولم يظهر الرئيس السوري أو يلقي بأي بيانات بعد التفجير الذي وقع في وسط العاصمة وأودى بحياة أرفع قيادات عسكرية في البلاد من جات أخرى أشار التلفزيون السوري الرسمي إلى أن وزير الدفاع الجديد فهد جاسم لفريج أدى اليمين أمام الرئيس بشار الأسد لكن التلفزيون الرسمي لم يعرض أي لقطات أو صور لمراسم أداء اليمين ولم يحدد أين تم هذا الأداء إذن ملف السوري وتداعيات السياسية والميدانية معي في السيديو دكتور موسى الكردي الناشط السياسي السوري مرحب بك دكتور موسى أهلا وسهلا أشكرك على الحضور أيضا قبل الذهاب إلى موضوع الفيتو المزدوج اليوم الثالث ما زلنا في تفاصيل حادثة الأمس هل رشح لديك أي جديد أي معلومات تفسر الانفجار الضخم اللي جرى بالأمس الحقيقة جملة أمور أولا صحيح أنه أعلن عن انفجار لكن كانت المعلومات متضاربة أنه هل هو انفجار بتفجير عبوزاتية أم هو تفجير المكان لكن كل الجوار والمؤسسات الإعلامية اللي عم تنقل الخبر من داخل دمشق بتقول أنه وبتأكد ما كان فيه الصوت انفجار ما فيه علامات انفجار الأجهزة الإعلام اللي بتسارع عادة لنشر صور الدمار عن الانفجار المهم أنه ليس بفعل تفجير انتحاري لأنه نظام من مصلحته أنه يلصق هذه التهمة بالجيش السوري الحر أعتقد أنه عندنا ثلاث نظريات النظرية الأولى أنه من قتل قتل بالسم من السابق وصار فيه عملية إخراج أنه الآن يعلن عن القتلى لكن فيه احتمال كبير أنه كان فيه محاولة انشقاق كبيرة بمساعدات غربية واكتشف هذا الأمر وهذه الاتصالات مع خلية الأزمة وشعر الأخوين الأسد بأنه ممكن أنه ينباعوا وبالتالي يتخلصوا ممن يمكن استعمالهم على أنه خلصنا من اللي كانوا عم يقوموا بالقتل هذا الكلام ما رح ينفع القيادات الجديدة اللي ينبارها أتلة 300 شخص بس اللافت للنظر أنه لم يعلن الحداد العام على سبيل المثال على نائب القائد العام ورئيس أركان سابق أيضا وصهر العائلة الأسد بس دكتور موسى إذا كان هذه الرواية والآن بعض وسائل الإعلام تتداول أنه ربما يكون هذا تفجير يعكس صراع داخل أركان النظام وداخل أدرع النظام قد يصل إلى تصفية بعضهم الآخر لكن إذا كان تمت شخص يريد أن ينقلب لماذا يتم الخلاص من كل القيادات الرفيعة؟ هل معقول أن كل من اجتمعوا كانوا يتآمروا على الأسد وماهر الأسد؟ هذا لا ينقص من الانتصار العظيم والانتصارات العظيمة التي حققت جيش السوري الحر يعني سواء كانت انقسامات ضمن النظام أم أنها من فعل اتفاق ما بين الجيش السوري الحر أو فصائل منه وما بين من نفذ العملية بتلغيم المكتب لأنه بدي أذكر أن من قام بهذه العملية كما يشاع ويقال هو من داخل الداخل من المجموعة الصغيرة وما قالوا في تنسيق بين الجيش الحر وبين أحد الناس داخل هذا لا يمثل فعلا فكر الجيش الحر ومرة ثالثة وأنه يحاول النظام إلصاق تهمة أنه تفجير انتحاري ليقول للمخابرات الغربية انتبهوا الجيش السوري الحر لأنه هالمرة ملفت أيضا ما قالوا أن القاعدة ممكن تكون عامت نفسه لم تدعي ذلك الأجهزة الدولة لم يشاهد الناس أو يسمع أي انفجار يشاهد تأثير الضرب مرة أخرى هذا انتصار كبير للجيش السوري الحر سواء كان انقسام ضمن العائل الحاكمة ولماذا تتخلص منهم؟ لأنهم ممكن أن يستخدموا بتسويق ربما قادمة قليئة بوقت أصير هذا الموضوع جيد المؤشرات التي أشرت لها عدم إعلان الحداد وعدم وجود عمليات تفجير هذه مثيرة للاهتمام أنه تساعد في تفكيك هذا اللغز الذي كان منذ الأمس وحتى اليوم يعني من باعتقادك دكتور كوردي سيكون هو الذي يسعى لقلب النظام أو للتعاون مع جلس المخابرات مثلا قراءة هذه الشخصيات التي كانت موجودة يعني هناك حديث كبير عن أنه ربما في طبخة في باريس تتم لتنصيب مجلس عسكري مقبول من كل أطراف الجيش العربي السوري سواء بشقه المازال النظامي التابع لعصابة الأسد والجيش السوري الحر مقبول من كل الأطراف يجب أن نحاء يعني السياسيين والمعارضين السياسيين يجب أن يوافقوا على مثل هذا التصور وبالتالي مجلس عسكري يمثل الرئاسة بزهر يعني إذا كان هذا هو التفصيل لكن المعارضة السياسية هي من تقود المرحلة الانتقالية وأن تسلم السلطة بالنهاية للشعب هذا يعني يمكن يكون حل صح هذا في ربط اجتمال مع أيضا مع خروج غير مفهوم العميد وقبله والده وقبله سياسة العماد مصطفى طلاص يعني بدنا نذكر يعني بدنا نذكر أنه تم محاولة الاغتيال بالسم ثم بعد ذلك خرج العماد مصطفى طلاص وعائلته وبعد ذلك فراس طلاص وعائلته ثم بعد ذلك عائلة العميد مناف طلاص ثم العميد مناف طلاص بطريقة لم يمكن رصدها حتى اليوم وبالتالي ممكن عن طريق لبنان أو عن طريق مطار دمشو حتى وبالتالي هناك شيء ما يطبخ في المطابخ الأجنبية لربما تسليم السلطة لمجلس عسكري لكن القتل ما زال مستمر و300 قتيل البارحة هذا غير مبرر بطر هذا يأتي وسط غياب للرئيس الأسد يعني كما جاء في الخبر قبل قليل أنه قال أنه وقع مرسوم لكنه لم يظهر على التلفزيون منذ الأمس وحتى اليوم هل يمكن أن يكون حتى هو الرجل مصير ومجهول في إشاعة أنه مصاب وأنه تم رصد الممر السري تحت الأبنية التي تخرج منها موكبه لكن كما سمعت أنه كان فيه أنه شارك يعني شارك في مراسم الدفن صهره بعد ساعة كأنه غدر فقط نعم وبالتالي هل هذا فعلا أنا لم أرى الأخبار منذ ساعتين حتى الآن أو ثلاث ساعات فهذا ممكن أنه يكون يعني فيه حديث كبير على أنه منقول العناية المشددة لكن بذلك أو دون ذلك نقل السلطة هو المطلوب وأعتقد أن روسيا بشكل غير مباشر هي من تسببت في قتل هؤلاء كان لو لم تشجع عصابة الأسد والخلية الأمنية على استمرار حماقتها في قتل الشعب السوري فربما كنا وصلنا لحل منذ أشهر طويلة منعنا سفك آلاف الدماء آلاف الأرواح والأعراض وبالتالي كانوا ربما أحياء الآن أعتقد أن روسيا تتحمل مسؤولية كبيرة عن ما يجري في سوريا سواء من قتل الأبرياء كما هو القتل المبرر جدا لخلية أمنية من هذا النوع بس روسيا مسؤولة عنه أكثر من غيرها انعكاسها دكتور ميدانيا على تصاعد الحراك أنه يذهب في ليلة واحدة فيها ضوء كما يقال خمسة أو ستة من أركان النظام كيف سينعكس ميدانيا على أداء الناس يعني إذا كان آمنا بنظرية التسميم وبالتالي كل شيء مجهز وإعلان الحادث فورا خلال وقت قياسي وإعلان البديل خلال وقت قياسي لوزير الدفاع البديل هذا الكلام معناته مؤشر على أنه مطبوخ على نار هادية تماسك الأجهزة لحد كبير وعدم انسحابات كيفية من المناطق المختلفة وقتل 300 متظاهر سلمي يعني هذا بيدل على سبق إصرار أنه ربما ربما أن يكون هذا مخطط كان لاستدراج قوة ثورة أو قوة جيش السوري الحر لمواقع يستطيع الجيش أو العصابات الأسد أن تنقض عليها لكن المعنويات يعني عالي جدا لا شماتي في الموت لكن المعنويات عالي جدا لأن هؤلاء مع قيادتهم اللي تآمرت عليهم أو أنها لم تعر بالا وتعلن الحداد العام عليهم كلا الأحوال هذا انتصار كبير للسورة سنعود دكتور اسمح لي بس نأخذ أستاذ كمال لابواني الكاتب والمعارض السوري من الصنبول سنعود أستاذ كمال اليوم المشهد أيضا فيما يتعلق بتداعيات الفيتو الثالث الروسي الصيني كيف سيؤثر على مسار العملية السياسية في سوريا وهل فشل بهذا المجتمع الدولي عن اتخاذ قرار أعتقد أنه ريحونا يعني هم هيك كثير خيرون ريحونا نحن متكين على الله والله بدو ينصرنا بالرغم من البيتو الروسي يعني هم ما بيفدوا أنه الشعوب لا تقهر الشعوب لا يمكن أن تهزم نحن سنقاوم اثنين شباب صغار شاطرين حسنوا يفجروا يقطعوا نصف النظام عرفت شلون فنحن منا متكين على حدا متكين على الله سننجح بهذه السورة وهم أحرار سيخسروا مصداقيتهم سيختروا العالم وأخيرا سيختروا شعوبهم وإن شاء الله الربيع العربي الحسير الربيع شرقي ويطول الصين وروسيا وهذول دول مافيات دول عصابات تدافع عن نموذجها هي ذا موذج الفساد والاستداد هي التي تدافع عن صورتها دول مرتشية أخذت من النظام السوري أموال وهي ستتفرط على أساس أصبوي دول مافيات دول فساد وبالتالي لا يستغرب عنها أن تكون ذلك هي محور الشر الجديد اليوم الذي تشكله من الصين وروسيا وإيران هذا المحور يعادي الحرية يعادي الشعوب يعادي الحياة وسيختر كثيرا يجب أن يختر في الشارع العربي كله ويجب أن يختر في العالم ويجب أن يختر شعبه أولا نعم الخيارات السياسية الآن أمام المجتمع الدولي لأنه في حديث عن العودة إلى خطة عنان اللي مضى الشهور ولم تحقق شيء هل يمكن أن يعاد إنعاش هذه الخطة مرة ثانية؟ يعني المجتمع الدولي مثل النظام السوري يتداعى وليس له قيمة وليس له أهمية وعاجز عن حل مشاكله الاقتصابية والسياسية أعتقد أنه بحاجة لثورة أيضا نحن سننزل ثورتنا في سوريا وننتقل إلى ثورة على مستوى آخر بكي نغير هذا النظام الدولي القائم على اللا حق واللا أخ واللا أخلاق واللا حقوق هذا النظام الدولي أثبت فشل ونحن يعيسنا منه ولا نريد منه شيئا يرتاح الله يعطيه العافية نحن سنخمز ثورتنا ونحن طلبنا منه شيء هو الحقيقة أثبت لنفسه أنه فاشل هو أمام امتحان وفشل في هذا الامتحان المجتمع الدولي المؤسسات يجب أن نبحث عن شكل جديد من الاجتماع الدولي يعتمد على قيم ومبادئ وليس على المنتصر في حرب ليست أخلاقية أصلا طب هل منذ الأمس اليوم سيد كمال بالعودة لبوضوع التفجير اللي مازال الآن كل يعني يأخذ ويرطي في تحليل وفيه أكثر من رواية هل في معلومات جديدة عندك حول التفجير اللي مبارح أطاح برؤوس النظام تفجير مبارح أشار أملوه شباب صغار وأنه يعرفوا البناء جيدا وخدموا فيه يحسوا يهربوا المتفجرة للداخل قطعة قطعة وركبوها بالديكور وفجروا وقطعوا نصف النظام 17 شخصية منهم من مات ومنهم من بقي على قيد الحياة هذا التفجير كان بنجاز نوعي للجيش الحر لشباب الثورة هذه معلومات أكيدة والشباب بخير وبمكان آمن وهن مو أكثر من 2 أو 3 اللي كانوا مشتركين وما كان حدا بيعرف هو حدا يتمنى هو حدا يجذب ويقول أنا اشتغلت هن شباب اشتغلوا من رأسهم هن ارتقوا هيك ونفذوا العمل وخبرونا بعد ما نفذوا هؤلاء شباب أبطال يجب أن نحترمهم وأن نجلهم هن يقدموا شيء للشعب السوري كنت أتمنى عن هؤلاء عن هؤلاء الذين قتلوا أن يموتوا في شعب السوري ولا أن يموتوا يعني سيد كمال يعني لوحدهم مشتبعين لأي جهة للجيش الحر أو لقوة يعني الحراك الميداني هم لحالهم طوعوا شباب ثوري شباب ثوري اشتغلوا مع الجيش الحر أخذوا أخذوا البطاعة من الجيش الحر دربوا نجل مش الحر لكن نشتغلوا لحالهم من دون أوامر في كلام أنهم مسيسين ليسوا مسيسين أني أبناء البلد أني ناس طيبين ناس شباب بسيطة اشتغلت في إمكاناتها الذاتية نحن منقول الشعب لا يقار لا يمكن لإنسان أن يهزم شعبه يعني كيف يعتدي على أهلهم وبيطلب منهم يحرسوا ويشكلوا له حراسة الآن في بعض أخيرا يعني بس تعقيبا على بعض التحليلات تقول أنه ربما يكون صراع داخل النظام نفسه يعني أحس بأنه هذه الخلية ممكن أن تقوم بالقلال على الإطلاق هذا الكلام مو صحيح لأنه المصاب أحد اثنين قتل وعصف شوكت وأحد اثنين يا مشار يا أخو كان حاضر اجتماع وهو بحالي خطرة وهو في مشفى في طرطوس في مشفى عسكري ميداني روسي هذه الأخبار أكيدة هناك شخصية كبيرة أخرى غير أصف شوكت مصابة وإصابتها خطيرة ويمكن أن يكون ماهر أو بشار نفسه وبالتالي كل هذا الكلام غير صحيح الشباب خبرونا بعد العملية ساعة واحدة وقالونا نحن نعمل نحن نخبرنا الإعلام كل محاولات لتصغير العمل أنه مؤامرة أنه عمل استخبارات يدودي أنه كله غير صحيح هو إنجاز نوعي للجيش الحر شكرا كمال اللبواني الكاتب والمعارض السوري من إسطنبول أشكرك على هذه المداخلة ومجرد تداول للتحليل ومحاولة فهم ما جرى وليس تخوين لهذا الطرف أو ذاك أعود دكتور موسى إليك يمكن فضنا في موضوع العملية أمس خلينا نتكلم عن المستقبل اليوم كيف ترى من أثر لهذا الفيتو المزدوج الصيني الروسي على مسار الثورة السورية الداخل الثوري السوري هو الذي يحدد مسار الثورة وعمليا ما كان وصلنا لمرحلة أنه ينقتل عدد كبير من أركان النظام بهذا الشكل لو لا أنه الثورة بلشت تنتصر وأعداد أكبر من الشرفاء اللي انفصلوا عن الجيش العصابة العصابة الأسد وشكلوا الجيش السوري الحر وهذه الانتصارات اللي اكتسبوها في المناطق المختلفة 60 إلى 75 وغالبا أقرب لل 75 بالمئة من أراضي الجمهورية العربية السورية الآن تحت سيطرة الجيش السوري الحر وبالتالي عمليا هذا الفيتو فيه أو بلاه يعني كم سيؤثر على الأرض يعني كان ربما ينقص الدمار اللي النظام عم يقوم فيه من عدة أشهر قصف من بعيد للمناطق لكلها ما عم يقدر يدخلها وبالتالي قصف لسبع محافظات الآن 8 محافظات مراهنة على الداخل على الميدان على الميدان وعلى الثوار وعلى الجيش السوري بالمقابل في تحذيرات على يعني جاءت عليسها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال وحذر بشكل مباشر من مخاطر اندلاع حرب أهلية وأنها قابقوا سينة وأدنى إذا لم يتخذ المجتمع الدولي قرار هل ثمت اتمال لهذا الأمر يعني النظام من أول ما طلعوا أطفال درعة وتعرفوا كيف يعني أطلقوا النار الحي لدرجة أنه المتظاهرين صاري طالبوا أنه ما في قنابل دخانية وما في قراطيم من أول يوم المظاهرات السلمية قُبلت بالرصاص الحي الآن تقابل بالمدافع والطيران والصواريخ كما هو الحال في النظام القزافي على السوار صواريخ الجراد وغيرها فإذا كان قصف حي أبو رماني البارحة نزلت بعض القزائف على حي أبو رماني فحتى حافظ الأسد لم يقصف دمشق وبالتالي يعني شوف الغباء أنت يعني تقصف نفسك في مكان وجودك وحاليا دمشق التي عمليا يعني اشترها أو جرها إلى طرفه عبارة عن بالإرهاب وبالتخويف عمليا أثبتت أنها تحوي وتضمن وجود الجيش السوري الحر ولذلك الداخل هو الذي سيحدد وليس الفيتو الروسي أو الصيني خيرا دكتور توقع نهاية لرئيس السوري شبيهة بنهاية العقيد القدافي يعني دموية محزنة منه سيغادر وياخد قراره بالهرب يعني نصيحتي بالأصل أنه لو كان بالإمكان منع الدمار وحاليا بين 50 و60% وبعض المناطق 80% مدمرة مثل حمص وريفة وأنا من حمص أو من باب عمر حتى لكن مقدار الدمار مليون بيت تم تدميره أربع مليون إنسان حاليا مهجرين داخليا ومو مليونين مثل ما عم تقول الأمم المتحدة أربع مليون وبحاجة لأسكان وبحاجة لأطعام ربما حوالي أربع مليون آخرين يعني ما مجموعة 8 مليون بحاجة لأطعام ولذلك يعني أولا الداخل لكن أن نركز على العمل الإيجابي اللي منخلي الشعب السوري يوقف على رجليه ويظل عم يتظاهر عمليا بحاجة لأطعام بحاجة للدواء بحاجة لأجهزة طبية وهذا كتير مهم وخاصة دعوة المجلس الوطني ودكتور برهان غاليون إنه بحاجة 300 مليون هذا فقط للإطعام إذا بدنا مع طب ومع تكلم عن 8 مليون يعني 300 مليون دولار بدنا فوق نصف مليار دولار شهري والعدد ربما 4 أو 5 أضعاف في اللاجئين للفلسطين على مدار الستين سنة الآن في سوريا كارثة إنسانية كبيرة شكرا لك عموان دكتور موسى الكردي الناشط السياسي على هذه المشاركة والتحليل أشكرك لنتخيك في مرات قادية مشاهد كرام فاصل قصير نواصل بعده الملفات المتبقية التونسي والمصري تفضلوا بالبقاء معنا شكرا